تطلع كلية البحرين للمعالمين بدور هام وفعل على مدار السنوات الماضية في تريب وعداد المعلمين وذلك من خلال تطوير كفاءتهم في المجالات ذات الأولوية لرفع جودة مخرجات التعليم هذه الكلية ساهمت في تزويد سوق العمل بكوكبة من المعلمين للإسهام في إعداد جيل قادر على الأبداع والابتكار والمشاركة في نهضة ونماء الوطن في حاضره ومستقبله في المجالات المختلفة تجارب عالمية في مجال إعداد المعلمين والقادة التربويين قامت كلية البحرين للمعلمين بالاستفادة منها في تأهيل معلم المستقبل وفق المعايير العالمية بجملة من البرامج التي تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي الميداني منذ اليوم الأول للدراسة وحتى التخرج تعد كلية البحرين للمعلمين من أهم المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي تم إطلاقها من خلال إعداد جيل من تربويين وفق أحدث الأسليب والمناهج المعتمدة عالمياً خصوصاً وأن الكلية تطرح جملة من البرامج التي تخدم العملية التعليمية بما يتماشى مع أهدف الرؤية الاقتصادية تسعى كلية البحرين للمعلمين على تحقيق أفضل المستويات الدولية للدفع بعجلة التطور والتقدم في السلك التعليمي في مملكة البحرين ولهذا وضعت الكلية خطة استراتيجية لاعتماد كفة برامجها الأكاديمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق أفضل الممارسات العالمية في إعداد المعلمين بما يتوافق مع معايير ومتطلبات ضمان الجودة لخدمة المملكة طبعاً الكلية تعتمد في طرح البرامج الأكاديمية وتطوير البرامج الأكاديمية بالدرجة الأولى على احتياجات وزارة التربية والتعليم طبعاً وزارة التربية تضع خطة دراسة جدوى حق عدد المعلمين اللي يحتاجونهم سواء كانت خطة خمسية أو لعشر سنوات جدام احنا بدورنا نقوم بالمقايسة المرجعية لأفضل الممارسات العالمية في طرح البرامج ونطور برامج تتناسب مع احتياجات هذه المدارس طبعاً احنا دائماً نسوي لها الكونتكس البحريني بحيث أن هي تتناسب الطرح داخل مدارسنا أنهي بالبحرين برنامج قيادة المدارس في كلية البحرين المعلمين برنامج فريد من نوعه هو برنامج يمزج بين النظرية والتطبيق المشاركين في هذا البرنامج يتعرضون إلى مختلف الحقول المعرفية ذات العلاقة بالقيادة المدرسية منها القانون والأخلاق التربوية إلى ممارسة الأصول المالية في عملية قيادة الميزانية للمدارس إلى بحث القضايا التربوية وكلها الفريد فيها أن هي تجمع بين التطبيق المعاش الذي عيشه قائد المدرسة مع أنه أحدث النظريات والممارسات ذات العلاقة في الأدبيات التربوية في هذا المجال مشروع كلية البحرين للمعلمين قد نجح في تحقيق أهدافه المرجوة لهذه الكلية التي جاءت على رأس مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب في تأهيل المعلم البحريني تعليميا وتدريبيا ليكون قادرا على الإسهام في تحقيق متطلبات التنمية وبناء مجتمع المعرفة تخصصات دقيقة تطرحها الكلية بالتوافق مع وزارة التربية والتعليم لتكون مخرجاتها متماشية مع احتياجات الوزارة ومتطلبات تنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس وإيجاد كوادر مؤهلة قادرة على المساهمة في الارتقاء بالعملية التعليمية خلالي رينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين